وللحديث عن التظاهرات في العراق وموقف الحكومة منها ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب دكتور فالح مرحبا بكم دكتور تعتقد أن هذه التظاهرات قد كشفت أزمة حكومة عبد المادية وبالتالي سوء إدارتها في العراق أم أنها سلطت مزيد من الضوء على جوانب ربما تكون أكثر عمقا من مأزق العملية السياسية بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذه التظاهرات كما السابقة لكن هذه بالذات وهي ثورة حقيقية نستطيع أن نقول اليوم هي التظاهرات ثورة حقيقية هذه لم تكشف سوءات وعورات حكومة مجرد حكومة لعادل عبد المهدي إنما كشفت خلل ما يسمى العملية السياسية التي هي كما نعلم الصفحة الثانية بعد الصفحة العسكرية الصدمة وتريع الاحتلال الأمريكي جاء للعراق بهندسة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية اسمها العملية السياسية هذه العملية يراد منها تدمير العراق تخريب العراق تدمير البنية التحتية للعراق وللعراقيين العراقيون في السابق لم يدركوا هذا ولعبت الاحتلال الأمريكي لعب على وتر التقسيمات والتنويعات الطائفية والعرقية وعمل عليها لفترة للأسف وكان هناك البعض مغيب للفعل وانساق مع موجة الدعاية الأمريكية وغيرها لكن حدث اللي حدث والآن موجة الوعي هذه أدرك معها كل الشعب العراقي أنه مستهدف يعني كما قلنا سابقا أنت تريد أن تفجر عمارة عمارة من عشر طوابق تريد أن تهدمها بديناميت بمادة ناسفة لكن المشكلة الآن في العراق تريد أن تهدم العراق لكن في عراق في شعب فالشعب الآن متضرر والشعب منكوب وبالتالي كل أذى يلحق بالعراق كدولة يلحق أيضا بالمجتمع العراقي ومن هنا ثار الشعب العراقي لأنه أدرك أن الخلل ليس في هذه الحكومة المالكي العبادي هذه أسماء وهي صفحات لكن الكتاب بذاته هو المقصود في الموضوع طيب دكتور الفالح بما أنه العراقيون قد أدركوا سوء العملية السياسية والحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لكن تعتقد أن قوى العملية السياسية أنفسهم توقفوا عند دلالات ومعاني هذه الانتفاضة هل أدركوا ذلك؟ الإدراك الوحيد الذي يمكن أن نقول أنهم أدركوا هو الشعور بالهلع لأنهم الآن يعلمون حجم الجريمة التي ارتكبوها ولكنهم لا يملكون أي خيار الخيار الوحيد الباقي هو التمتع بالغنائم التي يعني يكتسبوها على حساب الشعب العراقي على حساب دماء الآن ولغوا في الجريمة هم الآن تورطوا اللص منهم وأكثرهم نصوص طبعا يعني يقولون بالفم المليان نحن هنا للأجل أن نستفيد لكن الآن أضيف عنصر الخوف فكلهم الآن مشترك في الجريمة وكلهم الآن يتكاتفون من أجل أن يحافظوا على حياتهم وعلى غنيمتهم طيب دكتور فالح إذا استبعدنا عامل القمع والبط في التعامل مع المتظاهرين تعتقد أن التظاهرات ستتوقف إذا ما أعلن عبد المهدي استقالة حكومته؟ لا أنا أعتقد أنه وكل يعتقد أن الشعب العراقي تجاوز هذه المرحلة تجاوز قضية حكومة عادل عبد المهدي لأنه الحكومات لم تأتي حكومة أفضل من السابق يعني نحن نشأت تراجع مخيف وخطير في مستويات الأداء يعني كما قلنا في السابق ونوردد ونقول مرة ثانية وثالثة ولا نمل هؤلاء ليسوا رجال دولة هؤلاء ليسوا مؤهلين للحكم وليس عندهم رغبة أصلا في أن يكونوا رجال دولة ويقوموا ببناء دولة مدنية أو دولة حقيقة دستورية أو كذا وبالتالي هذا يعني استقالة عادل عبد المهدي سوف من يأتي بعده أم شهدنا فالح الفياضي نتكلم بلهجة وكأنه هو رئيس الحكومة وما نراه اليوم من النتائج هو أنه إيران تغولت والحشد أصبح أكثر قوة وبالتالي لا أمل هناك من أنه أي تغيير على مستوى ما يسمى الحكومة سيأتي بجديد للشعب العراق طيب دكتور تعتقد إذا ما استقال عبد المهدي نفترض جدلا أن عبد المهدي سوف يستقيل لا يستطيع مجابعة هذه التدورات هل ستأتي شخصية من خارج شخص العملية السياسية لإدارة دفة البلاد؟ لا يعني هذا غير متوقع غير متوقع أن يأتون بشخصية لكن نحن في كل الأحوال يعني في أسوأ الأحوال حتى لو أتت شخصية الوضع أصبح في العراق شديد التعقيد من المحاصصة هناك خيوط متداخلة هناك يعني عندك من التشابك في المصالح هناك تشابك مصالح عربي إقليمي دولي كله يسعى لإبقاء الوضع في العراق على ما هو عليه كل الأطراف هذه لا تريد للعراق أن يكون قويا أو أن يعود إلى وضع السابق وبالتالي عندهم مصلحة هذه الأطراف هناك أطراف عربية وهناك أطراف إقليمية بالتأكيد منها إيران وأطراف أمريكية يعني الآن ما يجري الآن يجب أن نقول بالفم المليان ما يجري اليوم في العراق من قمع ودم هو بضوء أخضر أمريكي الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على ما يجري بدلالة هذا السكوت الذي نراه الآن والصمت المطبق الذي لا يمكن أن نفسره وبالتالي إيران الآن أخذ الزمام المبادرة بشكل أكبر من السابق سواء كانت أمريكا عاجزة عن فعل شيء أو أنها رضيت لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تقول نحن يعني من فعل كل هذه الأفاعيل منذ 2003 لا يعقل أن نترك الأمور تعود إلى ما قبل 2003 طيب دكتور فالح الإجراءات الحكومية التقليدية التي اتبعتها ضد المتظاهرين قطع حجم مواقع التواصل الاجتماعي مجابهة المتظاهرين بالرصاص الحي وبالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسلل ودموع هل تعتقد أن هذه الإجراءات التقليدية سوف لا تفجر تظاهرات جديدة في المستقبل للمنظور؟ أبدا هذا يعني هذا من المستحيلات الآن الشعب العراقي الآن كسر حاجز الخوف وعبر يعني مهما تكون نتيجة هذه التظاهرات نتيجة هذه الثورة المباركة لو قمعت لو أوذيت لو حطمت لو لو الشعب العراقي الآن دخل في مضمار جديد نحن الآن لا عودة للوراء كما قلت أنا سابقا هناك طريق وان وي لا يمكن العودة يعني العودة الوحيدة هو الخروج من أقرب بخرج لكن البقاء في الشارع يؤدي إلى نهايات محتومة لا يمكن العودة يعني الشعب العراقي تجاوز حاجز الخوف الرصاص وقد وقع القتل وقد وقع ماذا عند النظام هذا النظام العملية السياسية أكثر من اللي عمله طيب من الآن فصاعدا ستكون هناك عمليات قمع طبعا تجري أمور ترقيعية تجميلية يضحون بهذا يضحون بذاك بعض الخطوات البسيطة ولكن ستجري عملية قمعية كبيرة سيواجهها الشعب العراقي بعملية منظمة كبيرة كبيرة يعني هناك سيكون تنظيم ثوري جديد لأن الكل وعى والكل تأذى وتضرر من هذا الذي يجري طيب دكتور لنتحدث باللغة التي اعتمدتها قوات الاحتلال الأمريكي بالطائفة السنية والطائفة الشيعية يؤشر بأنه المحافظات المنتفضة في العراق الأنبار وصلاح الدين وقسم من اديالة لم تشارك في هذه التظاهرات ما سبب في ذلك؟ يعني أولا ما يجري قلب التظاهرات قلب الثورة الآن في بغداد بغداد يقال مفتوحة واستقبلت عدد من المحافظات السنية التي ذكرتها يقال هذا الكلام نحن قرأناه لكن في كل الأحوال السنة للأسف كما تفضلت حضرتك يعني التقسيمات هاي التي تتفيهها الولايات المتحدة الأمريكية الاحتلالية لكن السنة سبقوا سبقوا مرتين سبقوا في المقاومة وسبقوا في الانتفاضة وأدركوا الخلل يعني إذا كان هناك من يشخص نوري المالك الآن على أنه رجل سيء فالأنبار والمحافظات تلك شخصت هذا الرجل السيء منذ البداية منذ فترة طويلة طيب اليوم أخي الكريم لنكون واقعيين لو كان هناك سنة أو محافظة سنية انتفضت كما ينتفضون لو عندهم سلاح نوي كان ضربوها بي وكان أشعروا على أن الثورة هذه كلها عبارة عن الاصطوانة المشروحة أسلام البعث وأسلام النظام السابق وداعش وكلام يعني كثير طيب وبالتالي يعني ربما عدم المشاركة الواقعية أو الفعلي يعني الفعليا قد تكون وقعت لكن الظاهرية هذا فوت أيضا على هذا النظام أن يقول مثل ما عدم وجود قيادة للثورة فوت على النظام أن يقول شيء معين كذلك هذا الأمر فوت على النظام أن يقول أن هذه ناصبية قال هذا جلال الصغير نعم قال سننزل للشارع ونحارب النواصب والوهابية نعم كلام يعني نعم لكن مردنا عليها مرورا كريما من جنابكم الكريم تعتقد أن هذه التظاهرات ساهمت في إلحاق مزيد من التصدع ببنيان العملية السياسية منذ تأسيسها عام 2003 ربما أخطر نوع من التصدع يعني أنا يأتهمي ممكن سونامي أصاب العملية السياسية هو هذه الثورة هذه الثورة بغض النظر الآن ماذا ستكون نتائجها الفورية لكن مآلاتها على المدى المتوسط والبعيد هي نهاية العملية السياسية نهاية العملية السياسية كتبت الآن في هذه الثورة يعني من يشاهد الأفلام يشاهد حركة الشوارع في البداية ظهر شباب شباب بأعداد معينة ثم الآن نشاهد حتى الشيوخ وحتى الشباب الصغار نساء يعني العدد المتزايد أنا رأيت في التسجيلات اللي تبث حتى ذكرني بعد الانقلاب في مصر عندما كان الحارات الصغيرة الشوارع الصغيرة بدأوا أننا اليوم نشاهد هذا الشيء يعني خرجوا من الشوارع الكبيرة إلى الشوارع صغيرة هذا يؤشر حجم أعداد كبيرة فأنت أمام ثورة حقيقية أتت على العملية السياسية التي سوف تلفظ أنفاسها بوقت لا نعلم متى ولكن انتهى طيب دكتور بالعودة إلى موضوع الشخص الذي سيحل فيما لو استقالت حكومة عبد المهدي هناك من يذهب إلى حاجة العراق إلى شخصية عسكرية لقيادة المرحلة الانتقالية هل أنت مع هذا التوجه دكتور؟ يعني للأسف هذا واقع حال هذا واقع حال يعني العراق منذ منذ تقريبا يعني خمسين سنة هو هكذا شخصيات عسكرية والناس دائما يأملون في أنه عسكري يملك الحكم لسبب لأنه تعودوا على هذا عبد الكريم قاسم ثم عبد السلام عارف ثم عبد الرحمن عارف يعني كلها عسكرية حقيقة هم تعودوا على هذا ونحن في العراق جزء من المنظومة العربية التي في النهاية تقول إلى عسكري ولكن إذا لاحظت أن المتظاهرين رفق بعضهم طبعا في البداية رفعوا صور الساعدي طيب هاي بها بعدين البعد الأول هو أنه يأملون بشخصية عسكرية هم أدركوا أنه هذا الفساد يحتاج إلى قمع إلى قمع قوي ولا يعني لا يتأتى ألا من شخصية عسكرية قوية طيب لكن فيه بعد ثاني بالنسبة للساعدي بالبداية طبعا عرفها لأنه شخصية ما محسوبة على إيران هم فبالتالي نعم هناك حاجة كما يعني يظن كثير من الناس إلى شخصية عسكرية وتعرف العراق يحتاج إلى شخصية قوية دائما العراق مهيئ الآن لاستقبال شخصية عسكرية لقيادة البلاد يعني في هذا الظرف مهيئ بالتهيئة ماذا تكون ديمقراطيا مثلا لا احنا نتكلم عن فرض الأمر بالواقع بالقوة طيب من هذه الشخصية متى ستأتي كيف ستأتي علمها عند رببي في كتاب أنا أشكرك دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم مرحبا